اشتركوا في القناة طبعا مثل ما مبينين هنا انه رسميا توفر سيرفرات خاصة لانطقة الشرق الاوسط يزودون اللاعبين طبعا حيكون تعاون مع شركة STC اللي هي موجودة بالسعودية فحتكون مركز السيرفرات حتكون بالسعودية طبعا هذول السيرفرات رح نستفيد منهم بالبلدان العربية حتى يفيد الشرق الاوسط وافريقيا طبعا بعد تجارب سووها انه الاختبار السيرفرات شق الاوسط مع Black Ops 4 فقرروا مؤخرا انه يسبون سيرفرات للعبة Modern Warfare واعتقد هذول السيرفرات رح يطلقوها مع Call of Duty Black Ops Cold War الجزء الجديد ل Call of Duty الشغلة الثانية رح يحلوها خلال هذه الفترة اللي هي تصليح ببنغات اللاعبين وعدكم تصليح بالبكتلوز اللي قاعد يصير عند اكثر اللاعبين وخاصة لللاعبين اللي يلعبون الكونسول اللي هموا الاكس بوكس والبلاي ستيشن فرح يصير تعديل وتصليح على البكتلوز اللي قاعد يصير عند اللاعبين هذا كل اللي عندي بهذا الفيديو ان شاء الله كنا في فدتكم ولا تنسوني نلايك والاشتراك بالقران ومشترك حتى نستمر اشوفكم في فيديو ثاني سلام